ننقل لشخصية تانية ولسه مكملين مع الطرب شوية ونروح طبعا لمحمد فوزي برضو صوته او شغفك او حبك ليه هو اللي خلاك تعمل تمثال لمحمد فوزي محمد فوزي بالنسبالي حالة من العشق انا من محبين الطرب الاصيل طبعا ودايما الاغاني بتاعة الزمن الجميل مكلسون محمد عبدالوهايب محمد فوزي عبدالحليم كل الجيل ده انا بحس ان انا وسطيهم انا يعني باميل لهم اكتر اه ممكن بداية التمثيل اللي كنت هعملها للشخصيات مشهورة او معروفة كنت هبتدي بمحمد فوزي بس كان في وقتها ابتديت بمحمد صلاح اه ليه محمد فوزي جي في وقت بالنسبالي انا انا بحبه بحشقه الحانو امير البهجة الغنائية طبعا كل ده انا عايز اجسده في التمثال ده محمد فوزي خفيف الظل طبعا انا ما شفتلوش اي مشاهد كئيبة تقريبا سابق عصره في الحانو طبعا 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 احتيار كلماته اه يعني الحانو ده اللي مخليها عايشة لغاية النهاردة وما زال وهتعيش لمتين تلتمائة سنة لقدام تاني اه فانا عايز بقى اطلع الروح دي في التمثال فانا احمد بلافتة بسيطة جميلة مبتسمة خفة ظل اه طلعت فيها شخصية محمد فوزي اه ممكن من العلامات الفارقة او التمثيل الناجحة بالنسبة لي وانا انا بحثها يعني كانت مرحلة فاصلة كانت مثال محمد فوزي فعلا يعني اه اساعدني جدا التواصل الدكتور مونيرج محمد فوزي ابنه اه كلمني هاتفيا وحفيده وستاذ عمر وكانت مفاجأة الاخيرة حفيدته وهدي كان عن طريق السوشيال ميديا برضو التواصل اه فرحانين بالتمثال او فرحانين بالابداع اللي عملته في تاكسيت شخصية طبعا شكروني بشكل شخصي يعني انا اللي بشكرهم على محمد فوزي وعلى الحانو اللي مزالت موجودة لان محمد فوزي تراص طبعا وقيمة عظيمة وتاريخ هيفضل مستمر